إنجاز تشريعي آخر لمجلس الأمة يتحول إلى واقع يزين حياة المواطنين حبر قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين سال على أرض الواقع وبات من اليوم مشمولا بالنفاذ وبطاقات مشروع عافية ستكون متاحة للمستفدين من المتقاعدين في قضون الثلاثة الأشفر المقبلة ما في شك أن هناك بعض الأمراض التي سوف تكون مستثنات من هذا العبد والتي قد لا توفرها الخدمات القطاع الخاص أو تكون دائما غير مشمولة في جميع عقود التأمين الموجودة عالميا القانون المتضمن 15 مادة حدد المستفدين منه بالمتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كما أجاز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير في حين نصت مادته الثالثة على أن يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحية للمؤمن لديه نيابة على المؤمن عليها القانون الجديد يخدم ما يقارب 107 ألاف من المواطنين المتقاعدين وستوزع عليهم بطاقات التأمين الصحية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بعد توقيع العقد الذي تبلغ تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنويا فيه نحو 17 ألاف دينار وستقدم تلك الخدمة في المستشفية الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخصة والموزعة توزيعا جغرافيا في أنحاء البلاد قانون التأمين الصحي على المتقاعدين يأتي ردا للجميل لهؤلاء الذين أدوا واجبهم الوطني تجاه وطنهم من خلال تغطية نفقات الفحص الطبي والعلاج اللازم لهم والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية أو الطارئة